موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحصة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية أمفاندكات ونستهلها بهذا العرض الإخباري افتتحت بالرباط فعالية الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نورة هذه السنة تعرف مشاركة أزيداً من 700 من العاردين يمثلون 55 بلداً من مختلف القارات تقرير خديجة شكري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت فعالية الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط الدورة السابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب ستستمر إلى غاية الثاني عشر من يونيو الجاري وتنظم في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2022 وعاصمة للثقافة الإفريقية المعرض إلا واحدة وسيلة باش نزيد نبنيو واحدة استراتيجية اللي غا تتخلينا نقوّو يعني مفهوم القراءة الإشكالية ليس في الكتاب الحمد لله المغرب المملكة المغربية عنده كتاب يعني معترف بهم على الصعيد الوطني وعلى صعيد الدولي كي يبقى الإشكالية في القراءة البرنامج الثقافي لهذه الدورة يعرف مساهمة عدد من المهنيين والمبدعين والكتاب والباحثين من مختلف أصناف الفكر والإبداع من المغرب ومن خارج المغرب حيث سيشارك ما مجموعه 380 متدخلا في مختلف فعاليات المعرض من ندوات ولقاءات وتقديمات للإصدارات الجديدة وأمسيات شعرية جناح الإيسسكو هو مشاركة من الإيسسكو لهذا المعرض المهم بشكله وبطرائقه وبتشارك الإيسسكو ليس فقط بإصداراتها خلال العام السابقة ولكن أيضا بسلسلة من المحاضرات والندوات افتتاح هذه الدورة تميز بحضور مستشار صاحب جلالة السيد أوندري أزولاي ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد ووزيرة التضامن والإدماج الاشتماعي والأسرة السيد عواطف حيار ووزير الثقافة والاتصال السينيغالي السيد عبدالله ديوب وعدد من الصفراء المعتمدين بالمملكة على سعيد آخر أكد كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين أن المغرب يعد من البلدان التي أحرزت تقدما ملحوظا في مجال الحريات الدينية بلينكين قال في كلمة له بمناسبة إصدار الخارجية الأمريكية تقريرا حول الحريات الدينية الدولية برسم سنة 21 و2000 قال إن تقرير هذه السنة يتضمن العديد من الدول التي نلاحظ فيها تقدما ملحوظا بفضل عمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين وفي هذا الصدد أشهد التقرير بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي واصل دعم وترميم المعابد والمقابر اليهودية في كافة أنحاء البلاد وهي الجهود التي كانت ضرورية للحفاظ على الموروط الديني وثقافي للبلاد وخدمة رموز التسامح في خبر آخر وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس الخميس بالرباط أن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بمرض جدرية القردة التي تم رصدها بالمغرب والوافدة من إحدى الدول الأوروبية تخدع حاليا لمراقبة دقيقة من طرف السلطات الصحية نتابع تقرير وليد حمدي علوي في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس أن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بمرض جدرية القردة التي تم رصدها بالمغرب والوافدة من إحدى الدول الأوروبية تخدع حاليا لمراقبة دقيقة من طرف السلطات الصحية بالفعل تم رصد حالة واحدة هذه الحالة تخدع لمراقبة دقيقة من طرف السلطات الصحية في بلدنا لم يمكن من أننا الرصد هذا الحالة هو البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة الصحة وعملية الرصد يتم الاستمرار في تفعيلها بكل دقة و بكل جدية ومن جهة أخرى وبنفس المناسبة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوضعية الصحية للقطيع جيدة مبرزا أن عرض رؤوس الماشية الموجهة لعيد الأضحى يتوقع أن يفوق سبعة ملايين رأس مقابل طلب يقدر بنحو ستة ملايين رأس فبالنسبة الوضعية الصحية لقطع الماشية هي جيدة والعملية للتلقيح التي تتم بالمجان عرفت تلقيح جد المليون رأس من الأبقار ضد الحمى القولاعية 18 مليون رأس حوالي 19 مليون رأس من الأغلام ضد طاع المجترات الصغيرة والجداري 14 مليون فاصلة 5 مليون رأس من المعيز ضد طاع المجترات الصغيرة هذا وطلع مجلس الحكومة خلال اجتماعه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الفلبين كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات ونهاية التدريب ومشروع مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخاصة بالجماعات الترابية بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومقترحي تعينين في منصبين عاليين أفدت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27.6% سنة قبل ذلك وعوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021 أن هذا الادخار يأخذ بالاعتبار الارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10.8% مقابلاً خفاض بنسبة 5.5% المسجل السنة الماضية وعلى صعيد آخر شكلت الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي محور مباحثات جمعت بالرباط وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي ووالي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري والأمينة العامة ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي دياريتو غاي والأمينة العام لصندوق النقد الدولي سيدا أوغادا لنتابع معاً الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2023 شكلت محور مباحثات جمعت بالرباط كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي ووالي بنك المغرب عبدالطيف الجواهري والأمينة العامة ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي دياريتو غاي والأمينة العام لصندوق النقد الدولي سيدا أوغادا هذه فرصة ابتداء من اليوم باش نبدأ كذلك واحد الحملة تواصلية على الصعيد الدولي ولكن على الصعيد الوطني لأن أهم حاجة هي جميع مكونات دي المجتمع المغربي اللقاء شكل فرصة للإطلاع على التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى التحضيرات لهذه الاجتماعات السنوية والإجراءات المتخذة من طرف البلد المستضيف لإنجاح هذا الحدث وذلك بمشاركة كافة الوزارات والإدارات المعنية أنا سعيدة لتنظيم هذا الحدث الدول الكبير في المملكة حيث أن المغرب مهيئ ليكون قبلة للعالم لحضور هذا الحدث الذي سيحقق بالتأكيد نجاحا كبيرا احتضان المملكة لنسخة 2023 للإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشكل مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها المغرب وإبراز التطور الذي حققته المملكة في مجموعة من المجالات ونمر مشاهدين للأخبار الدولية حيث دع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حضر بيع مناطق هجومية للأفراد وذلك في خطاب متلفز ألقاه بعد تسعة أيام على مدبحة مروعة راح ضحيتها تسعة عشر طفلا ومدرستان في مدرسة في تكساس وتسأل الرئيس الأمريكي وقد بدى عليه التأثر كم من مدبحة بعد علينا أن نتحمل تقرير حمزة الأخدر كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل مرة أخرى يطل الرئيس الأمريكي جو بايدن متسائلا من خلال خطاب موجه للشعب الأمريكي بعد أيام على الهجوم المروع والذي راح ضحيته تسعة عشر طفلا ومدرستان في مدرسة في تكساس وخلال خطابه شدد بايدن على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق الهجومية المحدد حاليا عند الثمانية عشر عاما إلى واحد وعشرين سنة كما دان رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة واصفا ذلك بأنه غير مقبول بايدن تابع قوله حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا مضيفا أن المشرعين لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى وصبق للرئيس الأمريكي أن تساءل متأثرا في خطاب صابق له عن متى سيتم الوقوف في وجه لوب الأسلحة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في حوادث إطلاق نار في أنحاء متفرقة من البلاد آخرها مقتل أربعة أشخاص في مستشفى في طولسا بولاية أوكلهوما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم أمس بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع وسط ارتفاع الطلب على الوقود متجاهلة اتفاق أوبيك على تعزيز إنتاج الخام للتعويض عن انخفاض الإنتاج الروسي كما حصلت الأسعار على دعم من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والتي ستشمل حضرا فوريا على عقود التأمين الجديدة للصفن التي تحمل النفط الروسي وإلغاء تدريجيا على مدى ستة أشهر للعقود الحالية حذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الصومال من التوقعات المدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف وسط تصاعد مخاطر المجاعة لنتابع التفاصيل الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر المجاعة وسط موجة جفاف المركز الإعلامي للأمم المتحدة نقل عن كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى قوله إن الوضع مروع وكئيب للغاية سوف يتأثر سبعة ملايين شخص ومئة ألف بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام موضحا أن حوالي مليون وأربعمائة ألف طفل يواجهون سوء تغذية حد هذا العام ومن المرجح أن يصاب ثلاثمائة وثلاثين ألفا بسوء تغذية حد ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تأثر حوالي ستة ملايين ومئة ألف صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف إلى غاية ماي الماضي وساءت التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب احتمالات احتجاب الأمطار للموسم الخامس على التوالي ورياضيا أعلن الناد ريال مادريد بطل الدور الإسباني ودور أغطال أوروبا التعاقد رسميا مع الدولية الألماني أنطونيو روديجر قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر وأصدر النادي الملكي بايانا عبر موقعه الرسمي قال فيه توصل النادي ريال مادريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديجر الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة ووقع الألمانية الدولية عقدا مع ريال مادريد لمدة أربع سنوات مقبلة حتى يونيو الفين وستة وعشرين نهاية نشرة المنتصف مشاهدين تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني ألقاكم بعد قليل في عرض لأبرز اهتمامات الصحب الوطنية أستعدنا هذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر